اهلا وسهلا بكم من برنامجكم اصرار الحياة زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معنا ديف بنتعلم سري من اصرار مهنته النهاردة فقراتنا متنوعة جدا هتتكلم عن كل اشكال الدكورات الموجودة في الشقة النهاردة فقراتنا الاولى هتتكلم عن عالم الاخشاب هنتكلم عن المطابع هنتكلم عن الدريسنجروم هنتكلم من ازاي للعميل ان هو ممكن ينزي بعد فقرتنا دي ومش هيتغش مش هيتخم لان احنا اي حد بيجي معنا هنا لازم يكون ليه مصداقية كبيرة مع العمل الطانع كمان في حاجة مهمة جدا ان الموضوع ده اصبح في غش كتير في نوعية الخشب في الطبقة اللي هي بتدهم بيها كلنا احنا ما نعرفش الاسرار المهنة دي لكن النهاردة معنا ومعاكم بشمهندس سامح حسن صاحب بيجي وقناة عالم الاخشاب هاي علمنا من الالف الياء ازاي العميل ما يقعش في فريسة لاي حد ممكن ان هو يغشه في موضوع الاخشاب احنا نوصلهم بحضرتك يا فانديم احنا نوصلهم بحضرتك نورتنا الله يخليك في البداية تعرفتني بحضرتك اكتر انا مبدئين الاول برحب بيكوا بفريق الاعداد كله انا سامح حسن اشتغلت في طلال العضادة في مصر هنا كانت شركة لبنانية وفتحة هنا على عرض مصرية وبعد كده مسكت مدير تسويق لشركة ايجب تبانا دي من اكبر الشركات اللي بتسوق للمنتجات الخشبية وبعد كده مسكت مدير تسويق لشركة اسمها الخليل دي برضو من اكبر الشركات في مصر هنا اللي بتشتغل في الاخشاب تمام وبقالي تقريبا حوالي اربع سنين بشتغل بقى حر نفسي بحاول اقدم نصايح كتير او للعملة لان انا بشوف فعلا ان هما بيقعوا فريسة لناس كتير او مش فاهمة او ناس كتير واخدر موضوع انه هو سبوبة او زي سبوبة كده من الحاجات ريفيوهات اللي احنا لما اعلننا ان حاضرات جاي معنا جات لقنا ريفيوهات كتيرة ان الموضوع دوت اصبح في جيش شتير ناس كتير جدا بتتعامل ان الموضوع ده سبوبة مجرد ان هو يعمل لحدك الشغل وياخد الفلوس ويجري لكن لما احنا عملنا على سرش على صفحة حضرتك لنا من الناس جدا المحترمة اللي لقى خبرة بقى لقى سنين في المجال ده بلاص كمان ان حضرتك بتراي ربنا في العميل اكيد طبعا مش اي شغل بتدهوله مش اي حاجة ده كمان ان فيه خدمة ما بعد التشتيب ان انت اول ما بتخلصتو شغله لو في ايدي فوق بتجيب الفريق بتاعك وبتزبطوه الفكرة كمان ان السوق المصري عندنا كان الاول متعود على النظام في الاخشاب اللي هو النظام القديم او الستيل اللي هو القديم الخشوف للخشب والدهنات والكلام ده كله فالصقافة جديدة اللي داخلت عليه بتاعت المصنع طورت المجال بس العميل ما بيقدرش يميز برضو بين ان هو بتعامل مع مهندس ولا بتعامل مع نجار او بتعامل مع حد مقاول فهي دي لازم يبقى فيها حتة المهندس هيبقى اكيد اريس باكس خامة يعني عارف تفاصيل خامة دي هتتوظف مكانها فين الموضوع مش موضوع ان انا اعمل حاجة قوية عشان احطها في المكان ده وخلاص واصرف اي فلوس وخلاص الفكرة كلها ان كل زي ما بيقوله لكل مقام المقام برضو نفس الكلام في التوزيعة سواء مابخ او دراسنج بنشتغل على حاجة سيكولوجي بتاعته بتاعته اللي هو يعني على سبيل المثال مثلا ان حضرتك لو انا هخش عند حد بيجمان حد ضخم لازم ما قدرش اشتغل معه على المقاسات الستاندر ما قدرش اعمله الشماعة بتاعته على المقاسة الستاندر هيجي علاق العميس بتاعه هيبقى مكسور لتحت مش هيبقى مش هيبقى موضوع اه لو حدي طبعا ست البيت مثلا لو هي قصيرة شوية ممكن المبخ لو هو على الستاندر يبقى واقف هي بالنسبة لها الحركة فيه مش مريحة فيه معايير كتير او لازم نرعيها في الحاجات دي بخلاف ان الماتيريال بقت كتير جدا النجار نفسه ما بقاش مستوعب الكلام ده لا اللي هيبقى مستوعب اكتر المهندس النجار كتكنيكال اه كتكنيكال وكصنعة اه هيبقى اكتر من المهندس اريحية في الموضوع ده بس كسيمترية ومراعات امان ومراعات الديكور والزوء العام والمدرسة بتاعت الديكور نفسها المعمولة في المكان لا دي هتبقى المهندس هيكون مختص فيها اكتر طبعا انا عايز اعرف بس الاجراءات اللي حضرك بتعملها مع العميل الجديد اللي جاي لك كساعات احنا بنبقاش فهمين في اي شغل من اجراء الخشب فباجأ اقولك انا مش فهم حاجة انا عايزك تعمل لي حاجة كويسة تناسب الشقة بتاعتها والديكور بتعمل ايه اول حاجة؟ مبدئيا طبعا اول حاجة احنا بلازم نعمل معاينة للمكان نفسه نشوف طبيعة الحطان طبيعة المكان الالوان اللي موجودة في المكان بنبدأ بقى في مجموعة عوامل بالرعيها طبعا التصميم اول حاجة لازم بيتعمل عشان يبقى فيه اريحية لان ست البيت اللي هتوقف مثلا في المطبخ ده لازم تشوف التصميم الشكل اللي هي هيتنفذ قبلا ما لان مش كلنا عندنا الحطة بتاعت اننا اتخيل شكل الحاجة بعد ما تتعمل فطبعا فيه دلوقتي برامج هندسية كتير جدا مطلعش صورة يعني طلعلك المكان قبلا ما نبدأ نشتغل فيه وبيبدأ بعد كده بقى التوصيف في حضرك استخداماتك ايه مثلا في المطبخ فيه عندنا ثقافات طبعا مختلفة هنا في مصر فيه ناس بتستعمل المطبخ يعني المطابخ اصلا مصفة عامة احنا بنقسمها لتلات انواع فيه حاجة اسمها كتشينات الكتشينات ده بيبقى مطبخ صغير شوية وده اغلب استخداماته في العصاير والحاجات اللي هي زي الميكرويف والحاجات اللي هي التسخين البسيط فده مش محتاج فتحة تهوية كتير يعني عايز مكان صغير ويتعمل فيه وفيه ناس بتستبدله بالكوفي كورنر اللي هو الجنب بتاع المشروبات فيه نوع تاني من المطابخ عندنا اللي هو المطبخ العادي اللي بنعمله بقى في بيوتنا كلنا العادي اللي هو بيبقى ما بين ديرتي كتشن والكتشن ده طبعا اللي هو بتاع القلية والشاوي والحاجات ده كلها ده النوع التالت اما اللي يهمنا طبعا او الاغلب بيستخدمه المطبخ اللي هو اللي في بيوتنا كلنا اللي بنستعمله وبنقلي فيه وبنشه فيه وكلام ده فطبعا بعد ما بحدد استخداماتك ببدأ نتفق بقى على الماتيريال طبعا يعني زي ما فيه زي ما بيقوله بالبلد كده فيه عربية بي أم دابلو وفيه عربية 128 نفس الكلام فيه في الشغل بتاعنا مستويات فيه مستويات فيه طبعا متيريال بتتحمل حرارة فيه متيريال بتتحمل دهون فيه متيريال ما بتبصمش فيه طبعا حاجات كتير جدا حاجات كتير بخري جدا لقلات الأخشاب واسع جدا فيه طبعا معلومات درجة في السوق غلط يعني فيه معلومة من ضمن المعلومات ان كل الناس انا هعمل المات بخري بقى لازم اعمله كونتر الموضوع ده مش صح يعني اولا الكنتر ما هواش مقوم للميا والكنتر بي أقل الحشرات يعني كونتر ده خشب طبيعي فبالتالي فيه مسام فيه علياف فيه الكلام ده كله فهو بي أقل الحشرات لو ما كنتش هختار نوع الكنتر كويس واسق فيه لا ما تعملش كونتر أصلا يعني لو النوع الكنتر مش واسق فيه ان هو متبخر ومتجفف ومتعالج ضد الحشرات والكلام ده كله لا الأحسن ما تعملوش كونتر اعملو MDF وتعالى على الجزء مثلا سيه اللي فيه الميا سواء وحدة الحوض او المكان اللي هتلاقي فيه ميا او الكلام ده وانت خايف من الMDF ان هو يشرب ميا ويفوش او الكلام ده تعالى اعمل الجزئية دي ماتيريال ضد الميا فيه حاجة زي البرديوم زي الفون بورد زي الستيلس فيه وحدات حوض بتتعامل الداخلي بتاعها شاسي الستيلس تيل ده تعيش معنا أكتر اه لكن احنا مش أي حاجة نختارها ومش أي حاجة تناسبنا اكيد لكن للأسف احنا بناخد بالمظهر ده ده للأسف ان فيه عملة كتير وكمان فيه ناس تعرضت لعمليات نصب كتير في الفترة الأخرانية يعني اللي أنا بنصحه للناس إن هي دايما يعني قبل ما يعمل حاجة حاول تشوف شغله العميل المهندس أو الشخص اللي انت هتتفق معه على شغلك حاول تشوف ليه شغل قبل كده حاول تشوف رأي عملة فيه قبل كده يكون ليه بيتج مثلا فيه عملة بتعمل مدخلات بتعمل حاجة بتشوف يعني أنا من فترة جايلي سيرفي كويس قوي يعني ان شاء الله تكون معنا على التلفون كمان شوية الدكتورة أسماء لقيتها بتتواصل معايا وبتبعتلي صورة المطبخ بتاعها كفيديو بعد عشر سنين أو بعد خمس سنين يعني آه متواصل من خمس لعشر سنين المطبخ معمول فأنا اتفاجئت إن المطبخ زي ما أنا عامله أول يوم المطبخ الموجود لحد النهاردة فطبعا دي بتبقى دي بقى إيه اللي هي حتة الضمير ومرعاة المكان وطبيعته والحاجات دي كلها فنيات ممكن النجار ما يبقاش فاهمها قوي يعني ممكن النجار آه يبقى عشتر من سامح في حتة إنه هو يقفل الشغل ويقدر يعلي المفصلة يقفل يخدم الحاجة لكن لا إحنا عنينا هتشوف أكتر هتشوف سيمترية هتشوف معدلات أمان في معدلات أمان مهمة جدا في المطابق ما حدش بيأخذ بالو منها يعني مثلا على سبيل المثال برضو من ضمن النصايح اللي بقدمها للناس الفورن اللي هو البلتين اللي بيركبوه كل الناس حفظة مش فاهمة بيقولك أنا عامله فتحة 40 في 40 ولا 30 في 30 تحتيه وخلاص على كده طب الحرارة اللي هتخرج من تحت دي هتروح فين ما هو لازم أعمل لها مصار للخروج الحرارة نفسها بيتعامل بقى جريلات بيتعامل سواء بيتعامله مخارج من الجنب مخارج من تهوية من تحت فدي كلها بتتظبط على حسب كمان الكاتالوج أو البرشور اللي جاي مع نوع الفورن نفسه في حاجات زي كده الناس يعني زي ما بيقولوا ايه بتفتكس فيها وهي ماهيش فاهمة لا للأثر يقول لك لا لا دي الخامن دي كويسة بس ده الشخص ده غالي لا ما هو الشخص يعملوا لي بنفس التمم قالهم التمم شوية لا أنا خليه الناس بتسترخص بس للأسف هيجي عاني بعد كده وهيدفع قد اللي هو دفعه ده مرتين ثلاثة أكيد فبالتالي زي ما بيقولوا كده الغالي تمنه فيه يعني انت هتعمل متيريا غالي أو متوصف لك حاجة غالية أو رايح لحد بيشتغل كاتيجري معين هو فكرة مش فكرة انه هو حاطت بروفة عالي على العميل لا هو الراجل ده سعر الشغل بتاعه كده لان هو بيطلع كوالة معينة من عنده بيدي ضمان على شغله بيدي صيانة على شغله فكل ده طبعا بيبقى تكلفة بالنسبة له هو فيه عمالة عنده شغالة فيه ناس بتطلع بصير شغل نضيف هيستحملك وخصوصا المجال بتاعك أصلا مستهلك الحاجات مستهلكة فلو ما تعملتش كويس مش هانفع لنا هستعملها بعد كده وإحنا مش كل يوم هنغيره مش كل يوم هنجيب لا الحاجة بتقعد معنا لازم تقعد معنا فترة بعد كده منشوف مش هجيبها منينا سنة والتانية وراح رمياها للأسف انه هم بقى انه فيه فئة من الناس فعلا تقولك ايه لا 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 انا هاخد الدوة لمها ده زيدة لا طبعا انت دخلت جواه وشفت ايه كمان بلغة البلد بيقولوا ايه الغالي تمنوا فيه بالأسف فيه ناس بتقدم عروض أسعار يعني مثلا تلاقي مثلا ماتيريال سي اسمها سين في السوق عشان بس منعملش دعاية للناس دي باسمها سين في السوق واحد بيشتغلها المتر بتاعها مثلا سي بألفين جنيه وواحد تاني بيشتغلها بخمس تلاف جنيه وهي هي بس الفكرة ان اللي هيروح عند العميل لا مش هي الماتيريال دي او هتروح الماتيريال دي بس هيجي على حساب حاجة تانية يعني في الأول وفي الأخر احنا دايما نقول ايه العميل ما تحاولش تستنصح على اللي بيصنع لك لأنه هو في الأول وفي الأخر هيجي على حساب التكلفة بتاعت المنتج بتاعك فبالتالي هتأثر معاك مع الوقت طيب انا عايزة عارف المراحل اللي بيبوريش بها شغلك تمام طبعا من البداية للنهاية من الستارت طبعا بنقول التصميم بعد التصميم بنبدأ نعرض الاشكال اللي احنا صممناها وبنبدأ نختار الماتيريال مع بعض وفيه نصايح طبعا بنقعد نقدمها للعملة لا لا ماستعملش ده في المكان الفلاني لا حط ديت هنا لحد ده ما بنوصل لمرحلة المنتج النهاي بدأنا المنتج النهاي أخطر بقى مرحلة عندنا اللي هي التصنيع التصنيع أما بنخش في مراحل التصنيع ده فيه معدات بتصنع فيه مكانة مثلا بتلزأ الـ او شريط الحرف اللي حوالين الداير بتاع الكتع الخشبية نفسها فيه مكان بيبدأ من أول مرحلتين بيوصل لحد 12 مرحلة طبعا كل حاجة من دول بتدي كوالتي بتدي فينش بتدي شكل بتدي عمر افتراضي أكتر فالفكرة كلها مش فكرة أنه اوه ده بيعمل المبخ بألفين جنيه والتاني بيعمل بخمس تلاف جنيه والتاني جايب مكانة تمانها تلاتة أربعة مليون جنيه وواحد جايب مكانة بمتين ألف جنيه يشغال عليها فهي الفكرة الكوالتي بتاع الماتيريال اللي خارجة من هنا مش من نفس الفينش اللي هنا مش المرحلة طبعا اللي هي بتاعت الانتاج وبعدين مرحلة التركيب وتسليم الشغل طبعا طيب أخطر مرحلة أنت بتعلي منها في الشغل أخطر مرحلة طبعا بالنسبة لي أو هي مش هنقول أخطر مرحلة والموضوع كله بسيط بس هو العميل ساعات بيبقى جاي يعني واخد أفكار من الدوشة والإزعاج اللي موجود في الأفكار أخطر مرحلة أنا هعمل الموضوع ده أصلي ابن عامتي عامل كذا وابني خلت أه وجاي بإزعاج كتير أوفة ما تعود تفلتريله الحاجات دي كلها بتعملين لها فلتريشن لأ بقي مجهود جامد جدا عشان توصلي مع العميل أنت تقنعه أه أنت تقنعي لأ روح للمستوى ده أو روح للجزء طبعا هو يعني معذور يعني أنا بأعذور العملاء لأن الواحد شايفه في السوق فيه غش كتير فيه لعب على السوشال ميديا الناس بدأت تطلع كتير جدا ع السوشال ميديا وبدأوا بيسوقوا الحاجات وناس بيتنسب عليها وناس بتعمل يعني بنشوف على جروبات احنا بنشوف مشاكل ناس يعني واخدت تكلفة الكوست مثلا لحاجة تتعامل فعلا بالحاجة دي تطلع كوالة بتاعها ممتاز ويلقوا حاجة له جدا احنا بندور على الحاجة اللي تعيش معنا وتستحملنا مظبوط وطبعا فيه مراعاة للدكور يعني الدكور أصلا مدارس يعني الدكور نفسه مدرسة طبعا هو أنا داخل أصمم هنا على أني مدرسة فيه ناس ألاقيها مثلا يعني حاطة نجفة كلاسيك وحاطة شغل مدرن وحاطة مشا يعني أنت عامل عامل دوشة آه لا فيه حاجات تجرح العين يعني فيه حاجات كمان نفسيا السيطة البيت أصلا بتقدي ثلاثة أربع اليوم في المطبخ فلو هي مش وقفة مرتاحة نفسيا الألوان مش مرايحاها فعنيها كلام ده كله هيأثر نفسيا عليها يعني نفسيا البساطة في كل حاجة حلوة مظبوط لكن الدوشة والحاجات دي بتبوص حتى شكل الحاجة اللي احنا ممكن تكون جايب حاجات جميلة جدا وستايل جدا وغالية بس يتحس ان هي دوشة أكيد عامل إزعاج لكن البساطة في كل حاجة حلوة أكيد الماتشنج ليه وقته والكنتراست ليه وقته يعني فيه حاجات انا اقدر اقطع بيها ككنتراست عشان انا بقى قصد ان انا عايز ازر الجزئة دي لكن الماتشنج بيراه العين اكتر ان الحاجة متوفقة مع بعضيها انت حضرق قلت انها اشتغلت في جامعة الملك سلمان اه جامعة الملك سلمان تحت اشراف الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة فيه هنا معانا السور ياريت بس هاداك تعقب عليها اه السور يا جامعة لو سمحت بس تنزل اه فيه كانوا طالبين غرف لأعضاء هاية التدريس وغرف للطلبة اللي هي هتبقى ساكن المبيد بتاعهم الموصفة بتاعتهم كانت ممتازة جدا طبعا كانوا بيختاروا عضاك التفاصيل والمتاريال والحاجات ديت اه يعني كنا بنحاول على قد ما نقدر طبعا نطلع شغل بمستوى عالي زي ما احنا شايفين كده السور اللي طلع قدامنا ده طبعا عبارة عن كمود اه معمول المقبض فيه بالت ان وكان من ضمن الحاجات اللي حطينا في الموصفة ان المقبض ده زان اه يعني حطيني المقبض نفسه زان وبالت ان كانت فكرة جديدة برضو ممتازة جميلة جدا السرير ده عملي جدا وكان الفكرة ان احنا نحط القطوع ده طبعا كل السرير في معظم البيوت بعد مثلا سنة سنتين يبدأ السرير عمال تلاقيه بيروح وييجي القطوع ده بيثبت المحور بتاعت السرير نفسها اللي انت حطه في النص اه ده بيعمل محور ارتكاز للسرير عشان خاطر ما يبدأش ان هو يتحرك اه القشاط اللي راكب الشريط نفسه احنا مش لازقين شريط بيفيسي من اللي هو المتدول في السوق لا لا عاملين قشاط زان للشغل نفسه طبعا ده عشان عليه حاجات دي عليها ريسك كبير جدا طبعا طلبة بتعيش هنا طبعا وبييجي طلبة بعديها اه فطبعا الشغل اللي احنا يعني عايز حتى تستحمل اه مديني عليه ضمان للطلبة تستخدمه اكتر من 20 سنة يعني كمان اه ده كان في الجامعة بتاعت التورسينة وعملنا نفس الاشكال دي برضو في جامعة المنصورة بالنسبة برضو الغرف اعضاء هي التدريس وان انت تعمل الدكورات الخشبية بتاعتها لان طبعا انت عارف ده مستهلك الحاجات دي مستهلكة اكتر من بيوتنا ده الطلبة وشباب وبيتحركوا يمين وشمال وانت كمان حضاك مدينهم ضمان 20 سنة قدام ده سيكة بقى كبيرة في الشغل ما ايه الفكرة كلها فكرة ان ان هم ارو سيرفي للشخص اللي بتعامله معاه احنا كمان يعني بفضل الله انا عدت فترة كبيرة جدا بشتغل مع اكبر مكاتب استشاري في مصر كتب روح اوصف الاسبكس بتاعت الخامة نفسها احنا مذاكرين الخامة كويس جدا يعني انا بقدر اقولك الخامة دي اه هتستحملك في المكان دوت ولا لا درسينها اه المكان راتب الام دي اف الناس وقت ده استقافة عنه ان هو حاجة سيئة جدا والكلام ده كله لا الام دي اف في كذا كاتيجري يعني فيه ام دي اف انا فيه ام دي اف اقدر بيتحمل رطوبة وبتحمل مية لحد ساعتين اللي هو الكونتر مش هستحمله لا فيه ام دي اف اه فاير ريتد يعني بيستحمل نار من ستارت من نص ساعة بيوصل لحد تسعين ديئة فيه ثقافة جديدة كمان دخلة علينا ها في مصري مش عايز تخش بسهولة بس العميل هيتقبلها مع الوقت اللي هو الشيبورد او الخشب اللي هو الحبيبي الخشب الحبيبي ده طبعا كلنا عندنا فكرة ان الخشب الحبيبي ده اه طبعا حاجة سيئة جدا عايز بقى اقول لحضرتك ان الخشب الحبيبي برضو فيه منه water resistant وفيه منه fire resistant يعني فيه منه بيتحمل مية وفيه منه بيتحمل fire تمام وفيه منه كور بيعزل صوت يعني بيستخدموه حتى في الاستوديوهات وفي الشغل اللي زي عند حضراتكو هنا كده فعزل الصوت والكلام ده كله فالموضوع مش موضوع ان هي material material وحشة نحكم يعني مثلا الالية اللي انا بشتغل بيها في الام دي اف تمام غير اللي النجار هيشتغل بيها انا مجيش مثلا على كراسي زان وابدأ ان انا اجمعها بمصامير استحالة المصمر بعد فترة الخشب هيرفضه هيطلع المصمر منه هل معنى ذلك ان الخشب الزان سيء؟ لا هي الفكرة كلها في الموضوع كده يعني هو الموضوع كده بالضبط الناس استخدمت الام دي اف بتولز غير التولز الطبيعية بتاعته يعني بيستعمله بمصمر بيتعامل معاه معاملة كونتر فطبيعي ان هو هيبوز لكن هو بيتعمله قلية معينة بتخرمله بيتجمع بطريقة معينة وحتى لو هتنجمعه مصمر ليه مصمر معين في التجميع ما هواش بيتجمع بقى مصمر كده خلاص تمام لكن هو مش كماتيريال هي مش سيئة ماتيريال الاقتصادية جدا وماتيريال اصلا العالم كله وصفها عشان يبدأ يقلل من استهلاك الخشب الطبيعي لان طبعا حضرك اعطاك تعلمي ان فيه ازمة عالمية في الغابات الشجرية فطبعا والمدف بدأ يظهر كبديل لان هو يعمل طفرة في الماتيريال الخمات احنا بنغير عندنا على طول على طول على طول فالكست بتاع الخشب الطبيعي بقى عالي جدا من ندرته فبقى فكرة ان انا اعمل ديكور واغيره بعد عشر سنين لا هتعمل لي ميزانية كبيرة جدا لو انت هتعمل لي خشب طبيعي لكن لو هتخش في الخمات المصنعة لا هيبدأ ان البدجت داي ايه اللي شوية وتقدر بعد عشر سنين كمان تغير الشكل كمان فالمدف ما هواش سايق زي ما الناس فعلا مسواق صميته كده لا ماتيريال محترم الكونتر ماتيريال محترم بس لو كونتر ما هو سوق فيه لكن لو كونتر من اللي هو بيسموه في السوق المحسن او الكلام ده كله انا ما انصحش بيه اصلا وانصحك تستخدم اسوأ نوع في الام دي اف افضل من الكونتر المحسن ده طبعا لانه طبعا ده حشراته بكتيريا وهيعديلك كل البيت بسوس ونمل وحاجات اه موضوع السوس ده ناس كتير الاخشب بتاعته سوي فيه ناس كتير حقيقي يوقعوا في المشكلة ديت وبيشتروا الحاجة لنه هو كونتر ومش عارف ورايح فرحان ان انا جايب قطي كلها بالكامل كونتر هو كونتر ما هو عبارة عن خشب طبيعي متقطع الخشب ده وارد يبقى خشب سناديق وارد يبقى خشب اللي هو البياض او الموسكي وليه حاجة اسمها تبخير يعني شركات الكبيرة بتجيب الخشب ده الاول تعمله عملية تبخير عشان تقتر كل البكتيريا اللي فيه او الميكروباب وبعدين بتعمله مرحلة تانية اسمها مرحلة تكفيف بتجفف اللوح عشان ما يبقاش منادي او مفوش او يقبل اللزق بعد كده الماتيريال او يقبل الدهان كل الكلام ده مهم جدا في ان انا رعيف في ان انا ما يجب صنع حاجة او حاجة كتها تعافش في البيت عندي لازم اراعي التفاصيل ديت كلها للأسف الناس مش فهمة المراحل اللي انت كلمت عليها دي خالص احنا زي ما قلت الحضاك بناخد بالمظاهر فقط لا جيد وللأسف في عندنا عادة ان احنا نخبط على الخشب لو مش عارفة صوته ايه او صوته ايه لا لا مش بطيقة اه في ناس كده تقولك لا ده لأ تتمام ده صوته طلع مش عارفة ايه لا لا ما فيش طبع انا في مشروع متذكره كنا احنا منسلم قصوات شركة والاستشاري لما جيه خد قطعة من الشغل يعني احنا عندنا دايما لما فيش شغل تسليمات وكلام ده الاستشاري بيطلع ياخد قطعة وبيقطعوها نصين عشان يشوفوا المحتوى الداخلي بتاعها ايه اللي جوه تمام لقوا قطعة بينهم بالنسبة بقى للناس اللي بتخبط دي كانوا محدود فيها جبس يا خبطي بقى براحتك واسمعوا صوت الجبس مقفول والدنيا تمام والوزن تقيل قوي يعني تبذكر القطعة ده تقيلة وهي في الاخر جواها هو شاسية معمول وكابس من الناحيتين أبلكاش وحطين في النص جبس طبعا فيه غش في الموضوع لازم دايما نبقى بنتعامل مع اسم شركة موصوك فيها نسبع صرفية لها فيه ناس طبعا يعني ده برضو عشان ما نظلمش الناس اللي لسه بتفتح شركات جديدة يعني يحاولوا برضو يعملوا حاجة كنمازج يمينوا لشغلهم للعملة يقدموا حاجة يذكروا الماتيريال كويس السوق المصري عيبوا في حاجة انه هو كوبي بست من كله بالأسف مشايف الناس كلاشة وبعد نفس ديزاين هنا 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 إلا بقى فيه ناس مميزة في السوق حطى نفسيها في كاتجري معين إنه هو بيعمل الشغل دوت بياخد تمن القيمة بتاعته الحقيقية اللي هو بيعمل فيها فعلا الشغل فده ما ينفعش إن أنا أخد الراجل ده واروح أقرنه بواحد مبتدئ لسه في الشغل ويقول أنا بعمل بنفس الكوالتي لا استحالها تبقى نفس الكوالتي استحالها إمكانياته واحد لسه في الستارت هيبقى جايب مكانة لسه على قده زي ما قلنا مثلا تمانها 200 ولا 500 ألف جنيه مش داي واحد بقاله في السوق 20-30 سنة جايب مكانة 8-4 مليون جنيه أكيد فيه كوالتي وفيه جودة وفيه ماتيريال وفيه أنواع وفيه سبيكس دايما العميل بتاعه يقوله اقرأ السبيكس بتاع الخامة اللي هي التفاصيل بتاع شرحها الخامة بتتحمل حرارة قد إيه بتحمل رتوبة قد إيه المعامل السكراتش بتاعها والخدش بتاعها أنت هتتعامل معاه إزاي؟ طبعا يعني برضو إحنا لازم بندي نصائح للعميل المبخ بتاعك أنت هتنظفه إزاي؟ إيه المواد اللي أقدر أستخدمها للمبخ نفسه أكيد عشان أنا نظفه آه أكيد كل النصائح دي المفروض الشخص اللي بيصنع الحاجة دي يدي نصائح للعميل أنا مش بعمله منتج وبجري أو أن أنا هكسب منه حاجة وهجري منها بعد كده لأ لازم أعمل حاجة تبقى فعلا تعمل بصمة إيه في الشغل وده بيخلي بقى إيه يعني بفضل الله الحمد لله الريفيو اللي بيحصل معنا طول اليوم على الصفحة وعلى قناتنا وعلى تليفوناتنا وعلى الواتساب بتاعنا اللي بيجينا من الناس دي الواحديها أنا باعتبرها أنه هو مراس الواحد هيسيبه إن شاء الله طبعا أكيد أكيد ده كل الحاجات دي في وش حضرتك طبعا الله يخليك باش ماندي السامح في نهاية الفقرة بتاعتي أنا بشكرك وبتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق بس كلمة شكر تهديها من بس في السريع كده أنا باهدي كلمة شكر المهندس طلال لو هو سامعني بقى دلوقتي مهندس طلال أعدادة يعني من الناس اللي علمتني فعلا إزاي أشتغل على الشغل ده بدقة إزاي أدخل ألوان من أعمل ماتشنج مع بعض والمهندس طلال متصنف من أحسن عشرة على مستوى العالم اللي بيعملوا الدريسنج روم نعم أحنا كمان بنشكره وبنشكر حضرتك وبتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق إن شاء الله الله يخليك أنا سعيد جدا بيكم رب يخليك كفان وبكده نكون وصلنا لنهاية الفقرتنا الأولى اشتركوا في القناة